بسم الله الرحمن الرحيم هي انا محظوظ جدا ان انا اصرت جيل من الاجيال الحياء ماخدتش حقها جيل سبعة وستين بعد الحرب منهم محمود عب حي وبعدهم لجومة الاخرين كان في مجموعة كبيرة الحياء كان من منا كابتن حسن حمدي وكابتن منهم صفد عب حليم وكابتن فالح مبروك ومجموعة دي ومحمود الخطيم فمحمود عب حي كان من الجيل اللي موجود بدأ قبل سبعين وسبعين ده كان اللي هو جيل عندي كده جيل هيدوكوتي فمحمود عب حي لحق هيدوكوتي ولحق كابتن عدو صالح الوحش في الفترة دي وكان معهم كابتن ميم الشربيني اه ربينا دي له الصحة والعافية المحمود عبد الحقيقة أنا طبعاً زي أملت فترة أوليلة من 73 إلى 75 كنا الاثنين الوحيدين اللي في كورية الهندسة هو كان هندسة حلوان وأنا هندسة القاهرة الحقيقة الاثنين مهندسين فكانت الحقيقة العلاقة بيننا أقوى من علاقة الكورة فالحقيقة أنا سعيد جداً لأن الفترة اللي قدتها معاه كانت فترة مهمة جداً بالنسبالي لأنه خلتني يعني هو أكبر مني سناً وأكبر مني كمان كابتينيو فتعرفت على عن قرب وكمان حقيقة الظروف خدمتني سكنتا جنبيه في ضحية في الهرم كان موجوده هناك قبل ما نتجوز ونترك المكان ده كنا برضو قريبين من بعض محمود عبد الحقيقة هي مشكلته كبيرة أنه دخل الجامعة وخلص 73-74 فالكلية بتاعته كانت كلية ميكانيكا الانجينيري يعني كان مهندس ميكانيكا فالظروف عمله وخليته يسافر برة يشتغل برة ويعمل تقريباً ماجستيرا أو حاجة كده فترك النادي الآن في الفترة دي اللي كان فيها احنا كنا يعني مع هيدوكوتي وبدأ التلامزة يجي للتلامزة وكابتين الحقيقة كابتين حسن حمدي كان موجوده كابتين حسن عبد منعم جنان ورسالهما وعلي كده بقى استمرنا وكابتين محمود الخطيب ومصطفى عبده فهو كابتين محمودة بحية يعني تركنا فترة طويلة جداً جانا بعد ما اعتزل بقى وجانا بعد ما بيقى مهندس ورجع فبدأينا نقابله يعني كان خلاص سرك الكورة في ميزة كويسة جداً محمودة بحية كانت سريع جداً قتر اللعيب يوصل المرمع في أقل فترة زمنية ممكنة وكان عارفة بيشبيوه بصالح سليم كان جريته دي كان بصالح سليم فدي كانت حاجة حقيقة بتميزه وانا بقول انه يعني وكان هداف انا فاكر كويس قوي في ممتص الممتصات احرز هدف من فراد يعني كان الحقيقة بفارق كبير جداً من الدفاع فيعني الحقيقة لو لا كانت الظروف انه الحرب وعده كده جيب في فترة معينة يتخرج فيها ويشتغل كان ممكن يكون يعني لجوميته طبعاً بارزة جداً انا دايماً الحقيقة بسأل عليك وانت عارف كويسة انا من القلائل اللي بطلوبك دايماً وبسأل عليك وبالتقي بيك دايماً ويعني حاسس اني أنا مقصر معك الفترة اللي فاتت دي فإن شاء الله هتواصل معك أكثر عشان نلتقي بيك أكثر بإذن الله هتقولي المنعم دا منعم يعني من الشخصيات جميلة اللي هي متميزة جداً في النادي لعباً وخلقاً وخلقاً صاحب واجب وعلماً وصاحب واجب وبعدين هو ما ينساش حاجة يعني دايماً الزوء عنده انه يكمل الفكرة اللي في دماغه بالنسبة لزميله يعني طيب أنا عارف كنت عاوز تقولي حاجة وانا وتلقى استنى شوية على ان احنا نتقابل مع بعض عارف أكتر واحد ممكن يعمل الكلام دا كله ويجمع لك كل النازل كلها في يوم شط ياريت على اتصال بكل كبير وكل صغير ومجامل مع كل كبير وكل صغير وممسيبش مناسبات وممسيبش أي حاجة حاجة يعني تاتشود يعني ماشي الله حاجة ربنا يديله الصحة والعافية وخليلي مراته وولاده لا طبعا شطة يعني ركز مع شطة في الحتة دي ويشوف هو هيعمل ايه ياريت والله ياريت أنا يعني دعوة مفتوحة لأي حد من زمالي حتى اللي ملعبش معايا اللي جم بعدين الشباب الصغير اللي عايز يروح راس البر يأكل أكلة سيفود ما حصلتش ويشم هوا وكان دا مصيف أم كلسوم أنا عارف طبعا يعني وبعدين ان دا مش إعلان دا حاجة بميزة إعلان دا مصيف أم كلسوم مصيف العظماء توفيق الحكيم ناس كتير وبعدين الميزة فيه انك بتعرف تاكل كويس جدا الارض مفتوحة مفيش مهيش مدينة يعني احنا عرفنا وزهقنا من الطرق والمدينة والبتاع لا دي مش مدينة دي مبنية الطريقة الشبكية يعني نقط كده 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 البيوت كلها متوازية بحيث انك لو وقفت في أول راس البر تشوف آخرها ما شاء الله من بين البيوت البيوت هناك بتسمى عيشش بتروح كتير انت؟ أنا على طول هناك أنا ليه هناك مكان طبعا اللي هو جنب سمير زاهر الله يرحمه الله يرحمه ناظب يعني انك بتروح باستمرار بروح باستمرار أنا ممكن اروح خميس وجمعة وارجع اه اروح عن كم كيلو من هنا اللي هناك مئة وتسعين كيلو بسيطة وبعدين عاملين طريق حر جميل جدا جدا بما الطرق بسم الله ما شاء الله حاجة بقى تفرح يعني طيب انت كتلاقتك وانت بتلعب مع اللعبين كلها ما شاء الله انا عشرتك وانا بلعب وعشرتك وصديق وكل حاجة كتلاقتك ايب الفريق مرتاجي اني عارف كان فيه حاجة كشخصية بينك وبين السيادة الفريق اه طبعا السيادة الفريق فهو ابك الله يرحمه الله يرحمه طبعا هو كرئيس نادي محدش يقدر يقيمه يعني طبعا ولا انا ولا غيري لا 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 اه ده كان في منصب معين ومسك النادي الاهلي وكان هو ده كان فترة زمنية كانت صعبة قوي اه وبدأ النادي الاهلي يرجع تاني ايه في جماهيره والكلام ده اه لانه بعد الناكسة برضه اللعيبة فاكي اتفرفطت كده وراحت وبعدين بدأ يكون الفرقة ويجيب يعني كانت فترة عبدالصالح الوحش اه اه يخليك تحبه غصبا عنك تحبك كمان نفسه كمان منه من كلامه من طريقة معاملته معاك وهو كان يعني كان متصدر الموضوع بتاع الاستغناء بتاعي لانه هو انا كنت في نادي الطيران ده جيش ده كلنا كلنا كنا كده وهو جيش يعني كان قائد التليفون فهو كان ليه دخل كبير جدا مع الليو علي بغيدي الله يرحمه بقى او لو كان موجودي بقى تحياتي ليه اه في انه اخد الاستغناء للنادي الاهل يعني يعني دي جميلة من الفريق مرتج التشايلة اه طبعا طبعا عملها بسهولة عبد البقال عبد البقال ده حبيبي الله الحمد الله وحيط نزيز يعني طيب انا عند نسة احنا بقولك نسة عندنا وراء كتير او اسئلة كتير تحت امرك يا مصرف ربنا خليك كابت المحمود كابت المحمود عب حي النهاردة هو ضفنا في المجري وانت بتلعب كان ساعات تقوم سايب الدنيا كلها ومسافر طالع اوروبا تتفسح او تشتغل وكانا بداية السيزل ومكانية كلك تعالى عشان الدورة هيبدأ بس قبل ما هنتكلم من قوله ده هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجل